اربع قبم اردنية امريكية في ثمانية عشر شهرا تعكس مركزية عمان في منطقة ملتهبة ومحاولات الملك عربيا ودوليا لحجد الدعم للقضية الفلسطينية على وقع تصاعد عنف الاحتلال في فلسطين عقد الملك عبدالله الثاني والرئيس الامريكي جو بايدن امس الخميس اصراب علقاء بينهما في عام ونصف العام ضمن جهود الملك لاعادة القضية الفلسطينية الى واجهة الاهتمام العالمي في مواجهة بطش الاحتلال خفض التصعيد في الاراضي الفلسطينية شدد عليه الزعيمان بينما اكد الملك ضرورة وقف الخطوات الاسرائيلية التي تقوض حل الدولتين وتدفع باتجاه المزيد من التأزيم داعيا الى تكثيف الجهود لدعم الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه العادلة والمشروع وصولا الى اقامة دولته المستقلة الرئيس الامريكي بدوره اكد دعمه لحل الدولتين والوصاية الهاشمية على الاماكن المقدسة وضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في القدس وهو الامر الذي حاول معارضته وتهميشه سلفه ترامب من خلال صفقة القرن التي رفضها الاردن رغم الضغوط لم تكن القدس بالنسبة للاردن ولعائلة الهاشمية امرا سياسيا قط هذا ما اكده الملك في كلمة مفتاحية خلال فطور الدعاء الوطني الحادي والسبعين بواشنطن مشيرا الى ارتباط الهاشميين بالمدينة المقدسة منذ اكثر من مائة عام واستذكر استشهاد جده الملك المؤسس على عتبات المسجد الاقصى المبارك ونجاة والده الملك الراحل الحسين من تلك الجريمة في تموز يوليو عام 1951 قبل امريكا جال الملك في قطر ثم كندا في سياق نشاط دبلوماسي ملكي لتعزيز العلاقات الثنائية مع تلك البلدان وحشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية